تيريزا مي رئيسة الوزراء البريطانية تتوجه اليوم إلى منطقة الشرق الأوسط في زيارة تشمل كل من الرياضة وبغداد وعمان وتعتبر هذه الزيارة الثانية لها إلى الرياض هذا العام منذ أن أعلنت عزمها تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول الخليج للتعويض عن الخسائر التي ستمنى بها بريطانيا جراء خروجها المتوقع من الاتحاد الأوروبي لكن تعزيز تلك العلاقات قائم على زيارة صادرات الأسلحة البريطانية إلى منطقة الخليج وخاصة إلى السعودية التي تستخدم تلك الأسلحة لإطالة أمد حربها العدوانية على اليمن والتي تركت هذا البلد الفقير على حافة المجاعة جراء الحصار المفروض عليه منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ملايين الأشخاص على شفاء المجاعة يعانون من أسوأ تفشي للكوليرا تيريزا مي لا تبدو آبهة لمعاناة اليمنيين طالما أن المليارات السعودية تتدفق على شركات الأسلحة البريطانية ولذا فقد أطلقت الحكومة البريطانية يد السعودية في اليمن غاضة الطرف عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها في تلك البلاد وهو الأمر الذي عرضها إلى انتقادات شديدة من أحزاب المعارضة التي اتهمت مي باللا مبالاة وبرمي حقوق الإنسان خلف ظهرها مما دفعها إلى القول بأنها ستثير موضوع الحصار على اليمن خلال زيارتها للسعودية غير أن سيرة بريطانيا تثبت بأنها لن تطفي أنار أي حرب تشتعل في المنطقة طالما أنها توفر وقودا لمصانع الأسلحة البريطانية 확인ة الألحة العب für بداية جهة بركز وcirاج والجلد be تشتركوا في القلوب أنا رyson أنا ر أعضي أنا موسيقى أنا رانت